موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا كارب نعود لنتواصل معكم بعد هذا الفاصل القصير نرجع لصباح الشروق والنصف الثاني من هذه الحلقة اللي فيه يعني أهم فقرتين الأخبار السياسية الملف السياسي وأيضا الملف الرياضي في ختم هذه الحلقة نبدأ الملف السياسي الأخبار التي وردت على موقعنا على الانترنت أهلا وسهلا أستاذ الشيخ يوسف رئيس صحيح الموقع الشروق نت صباح الخير صباح الخير عليكم وعلى مشاهدكم في كل مكان أهلا وسهلا قيادات نداء السودان والجبهة الثورية يتوجهون لقطر غادر أمس الأربعاء وفد من الرؤساء وقيادات قوى نداء السودان والجبهة الثورية إلى العاصمة القطرية الدوحة تلبية لدعوة مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني الذي يقيم في الفترة من الثامن والعشرين حتى التاسع والعشرين من نوفمبير الجاري ورشة عمل تبحث في بناء السلام المستدام والدور الإقليمي في الإعمار والتنمية في السودان وتأتي مشاركة رؤساء وقيادات قوى السودان والجبهة الثورية عفوا في إطار ارتياد وفتح كل الأفاق الممكنة لبحث موضوع إيقاف الحرب وبناء السلام كموضوع وقيمة ظلت تشكل أولى أولويات تحالف قوى نداء السودان أستاذ الشيخ نتحدث عن هذا الحراك الذي يعتبر أيضا مهم جدا لحركات الكفاحة المسلح هي لا تجلس المفاوضات فقط وإنما أيضا ندخل في الويراش والسيمينارات كل هذا توطيئة للسلام العادل الشامي ربما تأتي بأفكار ربما تأخذ نصايح من هنا وهناك أيضا هو مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة هو مركز عالمي وفيه خبرات كبيرة جدا من أمريكا وبريطانيا خبرات استثنائية حتى من العالم والانتقال السوداني من مرحلة إلى مرحلة الدولة الحكم الراشد أو الرشيد فيه كثير جدا من الدول بتنتظر النجاح التجربة حتى تحالف قوى نداء السودان طبعا هو التحالف الأكبر على الإطلاق في قوى الحرية والتغيير باعتبارا أنه بأحزاب الكبرى كلها جزء منه وقوى الكفاح المسلح لأن الجبهة السورية هي عضو في نداء السودان وأنا بفتكر أنه يعني كثير جدا من مفاوضات السلام من نفاشة حتى الآن في مرات كثيرة شاب قصور وشاب قصر النظر وخسائل كانت أكبر من في ملاحظات كثيرة في ملاحظات كثيرة فالنازلين حيطلعوا في خلال الورشدي على التجربة وكيف نبني السلامة الحقيقة ممكن في حتة فيها كفاح مسلح وفيها قضايا وفيها مرارات الحركة تأتي إلى المركز وتندغم مع السياسة المركزية والقضايا تكون محليا موجودة أستاذ شاهدنا اتفاق ما بين الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية من أجل توصيل العملية السلام وصدام بجوبا يعني هذه المشاركة لنداء السودان في قطر إلى أي مدى ممكن تسهم في تعزيز الوصول لسلام وصدام في الشهر القادم خاصة وإن تم تأجيل المفاوضات أنا أفتكر أنه هي مسألة الورشة دي وورشة مهنية بالأساس يكون فيها خبرة حيطلع الناس على أشياء كثيرة جدا شنو المهم شنو الما مهم وشنو الأولوية وشنو الما أولوية وحتى المفاوضات التي توقفت في جوبا يعني صحيح كانت من عقدة وتوقفت وبعد ذلك حد دولة موقع تاني لكن هذا لا يعني أنه هي متوقفة الآن المفاوضات والحراك حتى قيادات كثيرة من الكفاح المسلحة بتجي الخرطوم بتجي ده لأنه أصلا نحن ذكرنا أنه هي قوى الكفاح المسلحة هي ذات جزء من قوى السورة التي صنعت السورة على ذكر البناء السلام المستدام وإذن نشر ثقافة السلام يعني ما منحصر فقط في الجانب السياسي وحركات الكفاح المسلحة تضع السلاح إلى الأرض ولكن أن تصمر عملية السلام ثقافة السلام أيضا نشرها من بين الجهات أو المناطق التي دارت فيها الحروب أهمية برضو مثل هذه الورش في تعزيز هذه الثقافة المجتمعية للسلام أنا أقصى نعم وفي حديث أيضا نصح لو طلعت على ما رشح عن الميزانية الجديدة 2020 تحدثت عن أنه في سبع ولايات حيكون عندها أولوية في الصرف وعندها زيادة في الميزانية هذه الشهدة التي كانت فيها كفاح مسلحة وفيها حركات نزاعات نزاعات وغيرها وظن أنه الورشة دي ستقدم كثير جدا من المنهية في التفاوض للناس إلى خبر آخر مبعوث النرويج يبحث مع دقلو عرض مؤتمر دولي للمانحين بالخرطوم بحث المبعوث النرويج للسودان أندري ستينسنت يوم الأربعة مع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه بالقصر الجمهوري ترتباط التحضير لمؤتمر المانحين لأصدقاء السودان المزمع قيامه بالخرطوم لدعم عملية الإصلاح في السودان وإسناد الحكومة وتناول لقاء نائب رئيس مجلس السيادة والمبعوث النرويج للسودان وجنوب السودان التطورات السياسية الراهنة وجهود تحقيق السلام بدولة الجنوب والمفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح لتحقيق السلام بالبلاد وأثنى المبعوث النرويج خلال تصريح الصحفية عاقب اللقاء أثنى على جهود السودان الرامية لتنفيذ اتفاق السلام بدولة الجنوب باعتباره أضام لها وأكد دعم بلاده لدور الذي تطلع به جبا في رعايتها للمفاوضات التي تجري بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح لافتا إلى ثقة بلاده في قدرة والتزام السودان بتحقيق السلام الشامل على أرض الواقع وأوضح المبعوث أن اللقاء تناول التحضيرات المشتركة لاجتماع أصدقاء السودان الذي سيعقد بالخرضون خلال فترة المقبلة الذي يعد فرصة للحكومة لإطلاع المجتمع الدولي على جهودها في عملية الإصلاح الجارية وما يمكن أن يقدمه من دعم للسودان في هذا الشام يعني عدد من المؤتمرات بتنا نسمع أنه ستقام في السودان المانحين لأصدقاء السودان مؤتمرات أيضا لمستثمرين كلها تصب في الشأن الاقتصادي في المقام الأول للسودان إلى مدى هذه الفعاليات يمكن أن تكون جادة فيها الدول التي تعهدت بقيامها حتى تدعم السودان في الفترة الانتقالية وما هو المطلوب من الحكومة قبل قيام هذه الفعاليات وأثناء وبعد قيام هذه الفعاليات وطبعا مثل هذه الفعاليات فرص قد لا تتاح لك في ظرف غير الظرف الآن الآن معروف أن السودان منتقل في حكومة انتقالية تؤسس لحكم راشد ولتجربة ديمقراطية أفريقية وفي ناس كثيرين جدا بيكون من الحابين يساعدوا ودي فرص مثلا وفروض ننتهز أنا أفتكر أنه النرويج باعتبار أنها هي السكرتارية أو الدين المحرك بتاع ترويكا اللي هم أصلا هم الناس اللي كانوا وراء سلامة جنوب السودان وما آل إليه من دولة مستقلة وغير ذلك وهم غير راضين أيضا عن التلقق اللي كان حصل في اتفاق السلام في جنوب السودان حكومة جنوب السودان أفتكر أنه الآخر فريق هو مطلع الآن بدور سوداني أو هو على راسه يعني ولكن الدور ده فيه هو قوات من الجيش ومن الأمن وكده يسرعوا في الفرصة اللي كانوا أعطي عطاة القمة السولاسية للجنوب أنه عن تيبي فالنرويج مهتمة جدا جدا بالسلام في جنوب السودان وفي نفس الوقت مهتمة بأنه التجربة الديمقراطية في السودان ما ترتد ولهذا أنا أفتكر قلت أنت المطلوبات نحن يعني عندنا شغل كثير غير الاستثمار غير في بيئة كثيرة أنا أفتكر أنه ببشرات الحديث كان أمس عن عدد من القوانين قوانين بتختص بالخدمة المدنية وتفكيكة وتنظيمة وترتيبة يعادة هيكل ربما عدد من المؤسسات يعادة هيكل عدد من المؤسسات والدمج عدد من المؤسسات وإنشاء عدد من المؤسسات في كثير جدا يعني سودان تزي محتاج يعادة صياغة يعادة ضبط المصنع كده عشان ندخل بعد دار بس يعادة ضبط المصنع أستاذ الشيخ يعني السلام الذي تم باجتماع حركات المسلحة الجنوب السودانية على أرض النيلين وكانت ضامن الرئيس الحكومة السودانية الفائتة إذا تحدثنا في هذا الحديث يعني نائب الرئيس مجلس السيادة والمبعوث النروي يتحدثوا عن سلام دولة جنوب السودان عندما يتحقق السلام يتحقق الاستقرار وأيضا التنمية ما المطلوب من الشركاء في حكومة جنوب السودان من أجل التوصل لحكومة وحدة وطنية سريعة حتى تتحقق عملية التنمية مارينة البلدين سواء كان الشمال أو الجنوب هو المشكلة في جنوب السودان يعني في عدم السقة بين الأطراف وعدم السقة ذا لا بد أنه في السياسة أنت ما ممكن تنال كل ما تريده يعني بتقتضي التنازل وحتى القيادات في جنوب السودان واحدة من مشكلاتهم أنهم بيقودوا بيقودوا كثير جدا من البيئات اللي لسا يعني عندها المسائل القبلية والمسائل الكذا والمسائل الكذا فعدم السقة هو اللي خلنا أنا أفتكر أنه قرب العالم منهم وبفتكر السودان ممكن يلعب دور كبير جدا لأنه حتى الآن السودان هو الدولة الأقرب نفسيا وعمليا والأعرف بتفاصيل جنوب السودان ننتقل إلى خبر آخر في هذه الجولة ترتبات لعودة 24 ألف لاجئ سوداني بتشاد الشهر الجاري كشفت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بدارفور عن ترتبات لعودة حوالي 24 ألف لاجئ سوداني بدولة تشاد من جملة أكثر من 350 ألف لاجئ أبدو رغبتهم في العودة ضمن عملية التفويج المنظم نهاية شهر نوفمبر الجاري وحتى بداية ديسمبر وأكد مفوض مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين تاج الدين إبراهيم الطاهر أكد أهمية أن يطلع المجتمع الدولي بمهمته في الإسهام في تهيئة البيئة وتوفير الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين وتوفير الخدمات من مياه وصحة وتعليم وأفصح عن مساهمة وزارة المالية الاتحادية بتوفر مواد دائوة بجانب مجهودات من وكالة أمم المتحدة وبحثة اليوناميد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالإضافة إلى جهود حكومات الولايات والدعم الاتحاد الخاص بتوفير الخدمات الأساسية ومساهمة قوات الدعم السريع بتوفير محطات المياه وأيضا توفير الأمن في مناطق العودة الطوعية وإنشاء مراكز الصحية وخلاوة وأيضا إنشاء مدارس بمناطق الروحل فضلا عن الأدوار الأمنية للقوات المسلحة والشرطة ونبه المفوض بأن حجم الاحتياج كبير تطلب مساندة المجتمع الدولي وأن مفوضيته بذلت في ذلك جهودا مقدرة في تهيئة بيئة العودة بالتنسيق مع السلطات بولاية وسط وغرب وشمال دارفور ونشدت يدين المجتمع المدني والمحلي والإدارات الأهلية لمساندة الجهات أو الجهود الرسمية الرامية إلى تأمين عودة اللاجئين والنازحين بتوفير البيئة المناسبة لهم والعمل على تذليل العقبات وإزالة المعوقات وإجراء المصالحات الاجتماعية لإزالة الاحتقانات ومعالية إشكاليات الأراضي يعني الخبر محتشد يعني بكثير جدا من الأخبار الإيجابية بشكل كبير وكثير من المطلوبات يعني مباشرة حتندري تحت تحديات الفترة الانتقالية لكن ما لفت نظري في هذا الخبر المصالحات الاجتماعية لإزالة الاحتقانات ومعالجة إشكاليات الأراضي لأنه جزء كبير جدا من مشاكل أهلا في دارفور اللي هي كانت الأراضي يعني مشاكل ما بين الرعاوة والرحل وغيرهم يعني كيف يمكن أن يلعب المجتمع المدني في دارفور الإدارات الأهلية وغيرها دورا في هذا الأمر يعني حالة الإشكالات الاجتماعية وأصلا لأنه العودة النازحين أو اللاجئين إلى مناطقهم كانت بتواجهها التحديات غير اللي ذكرت في الخبر أهمها التحدي اللي انتو قلته المسائل الأمنية المسائل الأمنية بتقتضي المصالحة المصالحة بتقتضي جبر الضرر جبر الضرر بيقتضي حل حالة المشاكل الأصلا اللي هي الأراضي وتسوئ أنا أفتكرا أنه إذا عملت مفوضية كان لأراضي دارفور ومشاركة فيها الإدارات الأهلية وبعتقد أنه الإدارات الأهلية في دارفور أوكل أمرها تماماً للمهنيين الناس اللي عندهم علاقة حتى بالأراضي وقانون الأراضي في السودان وطبعاً الأرض أصلاً نحن ما أخذنا القانون الإنجليزي الأرض أصلاً بتتبع للدولة لكن أنت لا بد تراعي أيضاً موجود من عرف من غير ما يضرره ما تضرر الناس في مشكلات هناك أن الأرض هل هي تبعاً الناس المقيمين أو في ناس أيضاً في هذه الأرض يتحركوا من جنوبه إلى شماله المسارات تحديد المسارات برضوها لكن طبيعة حياتهم ما بتخليهم مقيمين في مكان محدد إنما متنقلين طيلة مسارات الرحل فأنا أفتكر أن الناس المفروض يولوا المسألة دي اهتمام كبير لأن ديل بتعني أنه هل في استقرار مستقبلي وإلا ما في استقرار مستقبلي ودي نقطة ارتكاز رئيسة لعملية السلام بالنسبة لعودة اللاجئين في دول الجوار خاصة العدد 24 ألف عدد ليس بالهيين طيب إذا أتوا هؤلاء اللاجئين إلى مناطقهم طواعية يجب أن يتوفر الأمن والإيواء والغزاء والتفاصيل التي تهم عملية الاستقرار غد لا تكفي موعين الدولة خاصة الوقت الحرير الذي يمر به السودان الآن اقتصادياً ما المطلوب أيضاً تضافر المنظمات المجتمع المدرسة سواء كان الإقليمية أو الدولية من أي لتعزيز ثقافة الاستقرار يعني؟ نفتكر أن المجتمع المدني بالذات المجتمع كان مهتم جداً بقضايا دارفور وبالانتهاكات الحاصلة في دارفور نفس المناشط حقته ونفس العلاقاته التي كان كونة في الغرب الأطلنطي والكونة في كل مكان وحشد لها عشان يقيفوا يناصروا قضية دارفور نفتكر أنه مفروض النشاط يتحول تماماً إلى عملية الاستقرار وممكن يستقطبوا أموال كبيرة جداً جداً حتى الآن دور المجتمع المدني في السودان قاعد يكون قاصر بس على على المبادرات وكذا وبعد ذلك نفسهم قصير يعني نفتكر أنه الحكومة مهما عظم صحيفي الميزانية السيد الوزير أعلن عنه المناطق الفيان لزعادة حياته الدواء ولو يوفي الميزانية لكن هي حتى ميزانية البلد كلها كما وصحيفي دول أصلاً زي قطر وكذا بدت تعمل بعض من المشروعات كان خدمية وكذا لكن بعتبر أنه نحن محتاجين للمجتمع المدني بشكل كبير طيب إلى خبر آخر اتحاد المخابز لا اتجاه لزيادة أسعار الخبز قطع رئيس اتحاد المخابز يحيى موسى بأنه لا اتجاه لزيادة أسعار الخبز وأفصح عن عقد اجتماع مهم مع وزير الصراعات والتجارة مدني عباس بخصوص مشكلة زيادة تكلفة التشغيل وقال موسى طبقاً لوكالة السودان الأنباء سونا إن الاجتماع ناقش أهمية وضع معاليات جذرية لحل الضائقة مشيراً إلى أن وزير الصناعة والتجارة وعد بتذليل كافة العقبات ووضع حلول لها متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة انفراجاً لأزمة الخبز ببعض المناطق وعودة المخابز لعملها بصورة طبيعية يعني موضوع الخبز ده حيكون مبارين الأزمة دي في العيام السابقة يعني كنا بيلاحظون أنه بيكون في توفر بعد شيء بترجع تاني الصفوف تختفي الصفوف ثم تعود مرة أخرى للصفوف وما بين الفينة والأخرى لجان المقاومة في عدد من الأحياء والمدن يعني برضو عن طريق لجانها الأمنية بيبتشفوا أنه في عدد من المخابز كانت يعني بيتبيع العيش في حتات تانية واحدين بيقعد دقيق وكذا كل هذه الإجراءات يعني متى ستثمر يعني وكل هذه اللعود متى سنجني ثمارها والله أنا أفتكر طالما في دعم معناه هناك في تحريب وفي تماطل وفي كذا لأنه يعني الفرقة بين السعر المدعوم وبين الأسواق كثيرة يعني أنت البني آدم ما بتقدر تسيطر عليه بالقوانيات أنا أفتكر أنه الناس المرغوا عشان يعملوا السورة دي واجو ناس تانين يتطوعوا زي الأخ حمدوك وغيره وغيره وقال حمدوك ممكن ناسي بقري يمشي أنا أفتكر أنه ما يعني هو بشكل شخصي ما نال أي حاجة بي يعني أنه يبقى رئيسه زراء السودان وقتر خير أنه جهنا أفتكر أنه طالما توفر الشفافية والناس عرفوا أنه في 365 مليون دولار سنويا نحن بندعم بها القمح والدعم دا يعني الجزء كبيره بيهرب يعني الجزء البسيط منه أول حاجة من فوق من الموردين ومن المخابز والمطاحن ومن الموزعين وفي شركات وفي مؤسات كثيرة جدا الدعم دا قليل منه بيأتي للمواطن وحتى الدعم اللي بيأتي للمواطن بيشارك فيه الأجنبي بيشارك فيه الدبلوماسي بيشارك فيه السري هذا تزامن لو سمحت في اليام الفاتر كان الاخوف وزارة التربية التعليم اعلنوا عن عودة المرحلة المتوسطة. صحيح. الناس طوالي دخلوا في كلام سلبي عن انه المتوسطات كلها باعوها وكذا وكذا. ده كلام حقيقي يعني. الا كان في اطار الخرطوم يعني. لان عندنا في الولايات المتوسطات تحولت الى سانويات. والسانويات تحولت الى اجامعات. لانه كده. اذا هي يعني انا لو بيقول غاية ما كان الشعب السوداني. هو مكان الشباب اللي تظاهروا وسقطوا الحكومة السابقة اجاب الحكومة دي. نطلع مظاهرات نقول نحن الى تلتمية خمسة مليون دونار دي. مدبرعين با يا ابنو با المرحلة المتوسطة. اللي هي. ويرفع الدعم. هاي ويرفع الدعم. لدقيق. لكن مسألة رفع الدعم دي برضو اثارت حافظات ناس كتاء. لانه كل ما تقول رفع الدعم بيجي في بالناس انه معنات الاسعار حتزيد. وانت برضو في النهاية بنتكلم عن اه الموظفي مسلا. الرواتب دي حتى الان زيادتها برضو بين بين يعني. وانا بفتك رأسي برضو حقو تكون يعني ده مقترح. حقو تكون في مخابز تعمل بسوق الحر. عشان نرى يعني انا اسم مسلا اي ممكن وفي ناس كتيرين. تكون في مخابز مدعومة ومخابز غير تجاري مثلا يعني. سعر تجاري. حتى الناس يدعودوا يعني امرات كتيرا الزمن والبتاع وكذا وغير وغيره. افضل لي من اله. وحتى الدعم ده زاته. قدر شنو. يصني احنا بنخاف كأنه لو رفعوا الدعم على العيش. كأنه الاسم ده يتقدى فوقنا. وبتيتك انه الموضوع ده ما كبير. لكن قروش الحقيقية المحولة من الدولة فيه كبيرة. لكن البصنية انا كمواطن ما كبير. اها سيد الشيخ. يعني في الاخبار يعني دائما يتداول وصول كميات كبيرة. مخزون استراتيجي بالنسبة للبلد. يكفي لفترة كذا وكذا. ونجده قصير المدى وليس طويل المدى. لكن اذا اتجهنا عن هذا العدد الكبير وامكانية التهريب وعدم سن القوانين اللازمة الملزمة بالنسبة لأصحاب المخابز. فعايزين نشوف الدور الرقابي قبل ان يكون الحكومة وتشريع القوانين من قبل المواطن الكريم من اجل برضو يعني يعرف حقه في عملية المداولة يعني. او ويحد من عملية التهريب. ما المطلوب من المواطن الكريم في هذه الفترة بالتحدي. والله هو المطلوب قد ما يتواصف مع نحن الكسودانيين كثير كده مرات بنجامل يعني. لكن حتى المطلوب ذاته حتى لو قامت لجانا المقاومة بأدوار كاملة وحتى لو راقبنا رقابة كاملة وكذا. وكل ده مسألة تخفي فيه. لكن المطلوب صحيح ان الناس قدر. طالما في دعم. مفروض الناس يكون في جهات متابعة للهيان الاحياء. متابعة للمخابز. متابعة لكذا متابعة لكذا. وحتى فيه لجان تانية ايضا بتدرس حتى الناس المخابز. الآن بيتكلموا عن عن ارتفاع سعر التكلفة. ده غير غير الخبز اللي انت غير الدقيقة اللي انت بتجيبه لون بدعم ده. ما عندهم حاجات تانية. العمالة والكهرباء وغيره وغيره والمياه. مفروض اللي يكون الدمير صاح أيضا من قبل اصحاب الذين يحتكلوا طبعا القمحة وكذا في بعض المخازن. على العموم في هذا الخبر وزير الاعلام لم يتم سحب بلاغات الشهداء واسرهم. اكد وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح انه لم يتم سحب اي بلاغ يتعلق بالشهداء او اسرهم. اوضح ان ما نشرته بعض الصحف ووسائل التواصل اتماعي حول هذا الموضوع عار من الصحة تماما. وذكر فيصل طبقا لوكالة السودان للانباء سونة عقب جلسة مجلس الوزراء انه تواصل مع النائب العام ومع رئيس لجنة التحقيق المستقلة. واكد انه لم يتم سحب اي بلاغ يتعلق بالشهداء او اسر الشهداء من النيابات. وابان ان السلطتين التي لديهما الحق في سحب البلاغات هما المحكمة او النائب العام. هذا الامر اثار ايضا حفيظة الكثيرين وربما خرج التظاهرات غضب كبير في بعض المناطق في الشارع. لان فعلا اذا صح هذا الخبر هو يغضب كيف تسحب بلاغات الشهداء واسرهم. الان هذا الحديث يعتبر تطميني. لكن خلينا ندخل الى صلب الموضوع مباشرة يعني. ما الذي يحدث في رجنة التحقيق المستقلة حتى الان. وما الذي سيحدث او يتوقعه الناس فيما يخص بلاغات الشهداء. واسرهم. اه طبعا نحن في الشارع رافعين سقف التوقعات شديد يعني. لكن ما هو المتوقع بلغة المنطق والحقائق والبين على من الدعاء واليمين لمن انكر. وطبعا نحن يعني زاكرتنا السودانية وسقافتنا انه بنخلط بين السياسة والعدل وكذا وكذا وانه بين السلطات دي اللي هي اصلا منفصلة وكانت متداخلة مع بعضها. في البلاغات اللي اتكلموا عنها دي دي بلاغات من اشخاص يرفعوها يعني اسر الشهداء. دي بلاغات ما في شخص اصلا بيسحبها ولا حتى المحكمة ما ممكن تسحبها. بلاغات حتى المحكمة ما بتقدر تسحبها. دي بلاغات بيسحبها صاحب البلاغة الرفع البلاغة. دي مسألة قانونية خالص ما عندها اي علاقة بسياسة. وحتى نحنا 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 الان بنرسي في الادب بتاع يعني استقلالية السلطة القضائية بتاعها. فبلاغ طالما بلاغ رافعاه اسر هي التي هي التي تشطب البلاغ او ان البلاغ من منذ اول يوم ما اكتملت ارقانه بتشطبه النيابة. لكن ان تسحب وجهة سياسية دي ما دي ما في طريقة لها يعني. طيب. اما الحديثة عن اللجنة دي يعني ما بت يعني بتمضي في سماع على الشهود في جمعها للبينات. وحتى الرجل البيقودة رجل مشهود له يعني عبر تاريخه يعني راجل دغري يعني. لكن الشارع برضو يعني زي ما تكملت السؤال يعني يا اسر في حمزة. الشارع رافع سقف سقف التوقعات بشكل كبير جدا يعني الناس لان واحد من شعرت هذه الثورة الدم قصاد الدم ابنك بلدية. يعني آآ هذه التوقعات التي رفعناها مع مجريات الاحداث او الوقاية. يعني النتائج هل حتكون مخيبة للامان والله حتكون في يعني في نفس هذا الموضوع. نطعن دي السؤال شوية كذا. صعب شوية. يعتريك حي لاكيب. هو هو. يتهم الجاوب عنه يعني. ما بتقدر تتوقع الاشياء. لكن انا بفتكر انه يعني الناس كل ما تقدموا شيئا فشيئان انت فيه فيه تحديات يجابية كبيرة جدا جدا. ده غير انه اصلا 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 لابد لأي ثورة من ثمن يعني. ما حتى لو لا لو لا هؤلاء الشهداء لما لما كان هذا الضوء الذي نحن نحن فيه. لما حدث التغير اصلا يعني. لكن اذا انت بس فضلت منتظر ثأرك في في من استجهد ونسيت ما ماذا سيحدث الان. انا بفتكر انه انه احنا يعني كل شيء وارد يعني. اه. انت ما بتعرف سكفة سكفة الشارع دائما عالية. اها. استاذ الشيخ يعني. لكن انا بعتقد انه اللجنة البيقودة نبيل اديب وفقا للبينات والقواء والا اللي هتحصل عليها ما ما عندها طريقة انه اصلا تكيت يعني. اها. استاذ الشيخ سريعا يعني البلاغات التي اتت من اسر الشهداء لديها كثير جدا من المعلومات في مضامنها. ممكن ان تخدم اللجنة المستقلة من اي للتوصل. لمن الذي فضى الاحتسام. الى اي مدى ممكن تسلم هذه البلاغات التي اتت من اسر الشهداء. اه. لاتوصل ايضا من الذي فضى الاحتسام. ان تساعد برضو في عملية اللجنة المستقلة. نعم يمكن ان تساعد وحتى اسر الشهداء التي فتحت بلاغات وقدمت بينات. انا اعتقد انه. اطريق سالك بينها وبينها وبين اللجنة. اه. لجنة التحقيق يعني. طعم موضوع من الذي فضل للتصامده نحن كلنا في الفيسبوك عندنا رأي أنه يعني عارفين يعني الناس بيتعاملوا بهذه بهذه الروح أموما نتابع مجريات الأحداث ونتابع أيضا ما سيحدث في مقبل أيام شكرا جزيلا الشيخ يوسف شكرا جزيلا لكم يا أخو شكرا جزيلا